أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التسلح بالعلم والإيمان حتى يتم استعابة تقدم الحاصل في كل المجالات وأضاف الرئيس السيسي أن التسلح بالعلم والإيمان هو السبيل الحقيقي لامتلاك قدرة لا تقهر مشيرا إلى أن القوة الرشيدة هي سمة أساسية للجيش المصري مهما كان قوتك هي قوة رشيدة وده سمة من سمات الجيش في مصر قوة رشيدة وحكيمة تبني وتصون وتحمي ولا تعتدي بقول في اليوم ده نحن دايما نحتاجين نحن نتسلح دايما بالعلم والمعرفة حتى نكون قادرين دائما على استعاب التقدم اللي بيحدث في مجالات يعني المجالات التفوق والتطور اللي بتشهدها المهدات والأسلحة الحديثة وأيضا النظريات المختلفة ثم حاجة أخرى مهمة أو نحن نتسلح بيها وهي الإيمان الإيمان معناه الخلق معناه النزاهة معناه الشرف معناه عدم الخيانة معناه عدم التآمر انتبهوا للمحورين دول أو للكلمتين دول التسلح بالعلم والمعرفة والتسلح بالإيمان هو ده السبيل الحقيقي لامتلاك قدرة قدرة لا تقهر ترجمة نانسي قنقر